السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات قد تكون عانيت فعلا من القولون وربما تركت عملك أو خسرت وزنك بسبب القولون إذا كنت تشتكي من أعراض القولون وعندك عسر هضم، غازات، نفخة، إسهال، إمساك، حرق أو ارتجاع وعندك مشكلة في القولون ظهرت منذ فترة قصيرة أو منذ سنوات سأقدم لك الحل والعلاج الشافي إن شاء الله وبدون أدوية قبل أن تبدأ بعلاج القولون يجب إجراء هذه الفحوصات فحص CBC للدن، فحص جرثومة المعيدة وفحص البراز وفي نهاية العلاج والحمية وفي حال استمرار الأعراض ومشكلة القولون يجب إعادة الفحوصات السابقة إضافة إلى إجراء تنظير هضمي سفلي وتصوير أشعة مقطعية للبطن طيب سأبدأ بخطوات علاج التهاب القولون أولا يجب أن تبتعد عن الأشخاص السامين وعن التوتر والزعل والقلق والانفعال والانزعاج هؤلاء الأشخاص هم أشخاص سلبيين مصاصين للطاقة يمتصون طاقتك الإيجابية وكل ما هو جميل لديك ويصدرون لك الطاقة السلبية بكل ما فيها من سموم وهذا سيكون له تأثير سيء ومرضي بشكل كبير على أجهزة جسمك وبشكل خاص القولون ابتعد عنهم وحافظ على الأشياء الجميلة والأشخاص الجميلين في حياتك وابتعد أيضا عن القنوات السامة وعن الصفحات السامة على وسائل التواصل الاجتماعي ثانيا يجب الابتعاد عن الجلوتين والأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يعني الحبوب مثل القمح والشعير والذرة وأيضا الجلوتين الموجود في الخبز والمعجنات والفطائر والوجبات السريعة تناول الجلوتين يسبب جروح في جهاز الهضم والقولون وحدوث تسرب من هذه الجروح مما يسبب ارتشاح أمعاء والتهاب قولون ثالثا يجب الابتعاد عن السكريات والحلويات والحليب الغني بسكر اللاكتوز أو سكر الحليب فهذه الأطعمة تسبب التعب والوهن ومشاكل في المعيدة والقولون رابعا يجب الابتعاد عن الزيوت النباتية المكررة السائلة والمهدرجة فتناولها يسبب التهابات في مختلف أجهزة الجسم وبشكل خاص في القولون خامسا يجب الابتعاد عن الحبوب والبقوليات الغنية باللاكتينز فهذا البروتين يسبب جروح في القولون وجهاز الهضم وتسرب وارتشاح أمعاء وأمراض مناعية والتهاب قولون لذلك يجب الابتعاد عن فول الصوية ومنتجات الصوية والفاصولياء والبازلاء والفول والعدس سادسا يجب الابتعاد عن الألياف قد تستغرب فأنا دائما أتحدث عن فائدة الألياف للجسم ولجهاز الهضم نعم هذا صحيح بالنسبة للشخص الطبيعي لكن مريض القولون يجب أن يبتعد عن تناول الخضار النيئة والسلطات فهي غنية بالألياف وتسبب له أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم وممكن حرقة وارتجاع سابعا يجب الابتعاد عن المواد الحافظة الموجودة في المعلبات وأيضا يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة فهذه الأطعمة تسبب أيضا جروح والتهابات في القولون وفي مختلف أجهزة الجسم ثامنا يجب الامتناع عن الكحول وأيضا عن التدخين الضارين لكل أجهزة الجسم وخاصة القولون قد يقول البعض ماذا سنأكل إذن أو لم يتبقى شيء لنأكله سأقول لك ما هي البدائل الصحي وما هي الأطعمة المفيدة وفترة علاجك بالحمية هي فترة مؤقتة وتمر وستشفى جروح والتهابات القولون وعندها يمكن العودة لتناول هذه الأطعمة التي نصحتك بالابتعاد عنها لكن بشرط الاعتدال طيب بعد الابتعاد عن كل هذه الأطعمة المؤذية للقولون والتي تسبب ارتشاح أمعاء وجروح والتهابات في القولون يجب البدء بتناول هذه الأطعمة والمشروبات التي تفيد في علاج هذه الجروح والتخلص من التهاب القولون أولا تناول شربة مرق العظم عظم الدجاج أو عظم الغنم أو عظم الأبقار هذه الشربة غنية بالكلاجين وهي مفيدة للجسم والجلد والبشرة والمفاصل هذا بشكل عام وبشكل خاص في ترميم التقرحات والالتهابات في المعدة والقولون وإعادة بناء جهاز الهضم ودعم جهاز المناعة ثانيا كبد الخروف أو كبد الدجاج فهي غنية بالفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين بي 12 وفيتامين كي وأيضا فيتامين اي وغنية أيضا بالسيلينيوم وهي مفيدة جدا لصحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام ولصحة القولون بشكل خاص ثالثا الدهون الصحية زيت الزيتون البكر الممتاز والزبدة الحيوانية والسمنة الحيوانية أو البلدية وأيضا زيت جوز الهند وزبدة جوز الهند رابعا الأسماك الدهنية وخاصة سمك السلمون والسردين وأيضا لحم الدجاج والبيض خامسا الخضار المسلوقة وهي بديل صحي للخضار النيئة أو السلطات سادسا الشوربات المفيدة للقولون شوربة الدجاج شوربة مرق العظم أو شوربة اللحم شوربة الخضار وخاصة شوربة أوراق الهندباء وممكن شوربة الرز المسلوق أو الرز المضوخ بطريقة السلق إذا لم يزعجك فلا بأس سابعا المشروبات المفيدة للقولون شرب الماء هو الأهم والأكثر فائد للقولون 8 إلى 10 أكواب يوميا شاي الهندباء مفيد للقولون خل التفاح ملعقة صغيرة منه مضافي لكوب ماء مفيدة عند عدد كبير من المرضى ويمكن أن تكون مزعجة للبعض من تزعجه لا يتناولها مشروب القرفة مفيد ويقلل الالتهابات بشكل عام والتهاب القولون وعراضه المزعجة بشكل خاص مشروب الزنجبيل مفيد في علاج الالتهابات بشكل عام وعلاج آلام والتهاب المفاصل وجرثومة المعدة وأيضا التهاب القولون لبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الشيا مفيد جدا لمعظم الأشخاص تناول كوب يوميا وإذا كان مزعجا لا تتناوله أي نوع من الأطعمة أو المشروبات إذا سببت لك انزعاج ابتعد عنها وبعد فترة أسبوعين ابدأ بتناول قطعة واحدة من نوع واحد من الخضار كل يومين ابدأ بنوع هكذا سيكتمل طبق الصلطة خلال حوالي 12 يوم إلى أسبوعين أنت بهذه الطريقة قد تنزعج من نوع واحد من الخضار أو لا وبالتالي ستستبعد النوع المزعج لقولونك وتستمر بتناول الأنواع الأخرى وحتى الأنواع الممنوعة والمزعجة التي ذكرتها من الأطعمة والتي لا أنصح بتناولها بإمكانك كل فترة تناول نوع منها وبكميات قليلة طيب ما هي المكملات الغذائية الهامة والمفيدة لشفاء القولون أولا فيتامين دال المفيد لعلاج كل الالتهابات في الجسم حب يوميا لمدة شهر عيار 10 آلاف واحدة دولية ثم حب ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهرين هذا سيكون مفيدا جدا في علاج الجروح وارتشاح الأمعاء والتخلص من أعراض والتهاب القولون ثانيا البكترية النافعة برو بايوتيك حب يوميا قبل النوم مفيدة جدا لعلاج التهاب القولون هذا لمن لا تزعجه البكترية النافعة البعض ينزعج منها فلا يستخدمها ثالثا أوميغا 3 حب يوميا لمدة 3 أشهر مفيدة وهمة في علاج التهابات الجسم بشكل عام والقولون بشكل خاص رابعا الماغنيزيوم 250-400 ميلي جرام حب يوميا مساء لمدة 3 أشهر أمر هام جدا في علاج القولون هو الصيام مع الابتعاد عن الأطعمة الضارة التي ذكرتها وتناول الأطعمة والمشروبات المفيدة من المفيد اتباع صيام متقطع 16-18 ساعة وأحيانا 16-20 ساعة هذا الصيام سيؤدي إلى قتل البكترية الضارة ونمول بكترية النافعة برو بايوتيك وأيضا الصيام المتقطع يخفض السكر في الدم والإنسولين وتقل الالتهابات في الجسم وخاصة التهاب القولون عند الابتعاد عن الأطعمة الضارة للقولون ستشفى الجروح وتشفى الالتهابات وتتحسن مناعة الجسم ومع تحسن القولون وشفائه ستتحسن بشكل كبير أعراض أي مرض تشكو منه السكري خمول الغد الدرقية دهون الكبد الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية المرتفعة ارتشاح الأمعاء التهاب المفاصل ومعظم الأمراض المناعية شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية الأمراض الباطنة والغدد والسكري وخصائية التغذية التي تشاركني في صناعة محتوى قناتي تقنيا وعلميا كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتوا عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم ولأكبر عدد من الناس التي تعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا فيديوهات هامة ومفيدة جدا وكتبوا لي تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر